النهاردة كمان من الاخبار المهمة انه الرئيس عبدالفتاح السيسي بيستقبل رئيس جمهورية اسطونيا بقصر الاتحادية وكهذا طبعا الاستقبال استقبال مميز وكان ايضا رسمي وعزفة الموسيقى العسكرية والسلام الوطني للبلدين تعالوا نشوف محلقكم مرسم استقبال سيدة الرئيس السيسي لرئيس اسطونيا استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الاستوني الار كارس الذي يقوم بزيارة عمل رسمية الى مصر حيث اجريت مرسم الاستقبال الرسمية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية ان الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة ثلاثة جلسة موصعة بحضور وفدي البلدين حيث تمت مناقشة صبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكذا التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد اكد الجانبان التزامهما بتطوير التعاون بما يرقى لتطلعات الشعبين الصديقين ويحقق مصالحهما المشتركة كما تناول الرئيسان الاوضاع الاقليمية والدولية حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار والتهدئة في الاقليم مشددا على ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان وانفاذ المساعدات الانسانية واستعرض الزعيمان الاوضاع في البحر الاحمر والقرن الافريقي والسودان وليبيا الى جانب عدد من الموضوعات الدولية وعلى رأسها الازمة الروسية الاوكرانية حيث اكد فرصهما على استمرار التنسيق والتشاور في مختلف الموضوعات بما يدعم الامن والاستقرار في الاقليم والعالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة